العالم بيتغير أو العالم اتغير بالفعل مش العالم هيتغير العالم بيتغير دلوقتي بيتغير دلوقتي وأنا شايف قدام عيني نظام عالمي بيترنح شايف نظام عالمي النظام العالمي كله سياسي أمم المتحدة مجلس الأمن اتحاد أوروبي اتحاد أفريقي الدول العربية النظام العالمي المنظومة اللي واقف عليها العالم بتترنح بتهتز أرى أن هناك تغييرا جزريا في المنظومة العالمية والنظام العالمي اتنين ارى ان هناك نظاما اقتصاديا عالميا جديدا يبحث عن البدوغ عايز يطلع على انقاض النظام القديم اللي في تقديري سقط بالفعل ليه لانه النظام العالمي القائم على الرأس مالية والحرية الاقتصادية وحرية رؤوس الاموال وحرية انتقال الافراد والملكية الشخصية والملكية الخاصة وتقديس كل هذا فجأة بنجد على اعتاب اوكرينيا روسيا نجد ان كل هذه المبادئ سقطت النهاردة سقطت كل هذه المبادئ التي كان يبشر بها ولها انبياء الاقتصاد الحر كله سقط النهاردة سقطت كل هذه الافكار ثلاثة ارى ان النظام الديمقراطي الغربي او مفهوم الديمقراطية بالطريقة الغربية الامريكية احد القيم الغربية الحرية والديمقراطية واحترام الاخر وحقوق الانسان ومقتل عنصرية كل هذه المبادئ في تقديري ايضا سقطت وتم الكشف عن كمية زيف كبيرة في التعامل مع هذه القضايا التي كانت حتى فترة قريبة مضت كانت مبادئ الحرية ومبادئ حقوق الانسان هي السائدة وحتى الحزب الديمقراطي في امريكا بتكلم على مبادئ حقوق الانسان في العالم والمساواة وغيره هل ما زالت مدلولات هذه الافكار قائمة حتى الان انا في تقديري انه سقطت كل الاقنعة الان كل ساعة بيتكشف امامنا ولنا الكثير من الامور التي كانت مختبئة كوهج تحت الرماد مكانش حد شايت دلوقتي خلاص الرماد تشال والوهج طلع شوفنا الحقيقة شوفنا المساواة الحقيقية اللي كانوا بيبشروا بيها انبياء المساواة بين السود والبيض راحت فين بين الشرق والغرب راحت فين حريت التعبير يقول لك انا يعني كلام بقى منمق انا ادفع حياتي ثمنا لكي يقول من اختلف معه في الرأي رأيه يا سلام حاجة عظيمة جدا يعني ضح بحياتي من اجل ان يكون ان يكون هناك قدرة لمن يختلف معه ان هو يعبر عن رأيه وفجأة الاقي انا اللي بيختلف معاه اقتله اللي اخاف معاه ادعو لقاتله بصرف النظر مين صح ومين غلط انا بقول احنا النهاردة بصدد دراسة ردود الافعال دراسة ما وقرة وثابتة في ضمائر الشعوب والانظمة والتنظيمات والمبادئ المتوهجة اللي جواها فيه خواء اخلاقي مش عايز انظر لكن عايز اقرأ معاكم الكثير من هذه التفاصيل بعيدا عن يعني بعيدا عن الازمة